بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابطة رسري بارت تين اناليسيز اوف تي بيم اناليسيز اوف تي سيكشنز تي سيكشنز ده هنا في حالة السنجل تي يعني عندي عرض واحد للويب ممكن يبقى عندي حالة تانية ان انا عندي اتنين ويب طب هنتعامل ازاي مع الحالة دي كأن عندي الويب هو مجموع الويب الاولاني والويب التاني طيب في حالة البوكس سيستم بنتعامل ازاي مع الحالة دي قادي البي ويب الاولاني وقادي البي ويب التاني لو هم متسويين يبقى اتنين في البي ويب طيب الكيس الاولاني اللي حنشتغل عليها ان الا اقل من او يساوي الاتش اف الكلام ده معناه ايه ان الكمبريشن زون الدبس بتاعها اقل من التي اللي هي السمك بتاع بلاطة السقف اللي عندك ده توزيع السترين ده الابسلون واي ده الالتمت سترين في الخرصانة دي مسافة السي ملاحظين هنا ان السي غير الايه لان الايه هنا ده الدبس بتاع الكمبريشن زون في حالة ان انا اعتبرت ان السترس اللي عندي يونيفور يبقى الحالة الاولانية عايزة اشيك على الايه اقل من او يساوي الاتش اف طيب انا في الحالة ديه بنقول ان التنشن بيساوي الكمبريشن نتيجة عملية الايكوليبريم التنشن بيساوي الكمبريشن من المعادلة ديه تقدر تحسب الايه بنعمل عملية كونفرميشن على ان الاسترين في الاستيل اكبر من او يساوي ابسلون واي اللي هو الييلد استرين طيب احنا عندنا السي بتساوي الايه على البيتا وان من الشكل دوت نقدر نحسب الابسلون اس من تشابه المسلسات بيساوي دي مينس سي على سي في ابسلون سي يو اللي هو الالتمت سترين بتاع الخرصانة ولازم الرقم ده يبقى اكبر من او يساوي ابسلون واي طيب بنحسب الام ان ازاي في الحالة ديه بنقول ان هو التنشن فورس اللي هو التيمة مضروف في المومنت ارم اللي هو دي مينس ايه على اتنين طيب الحالة التانية اللي هي فيها الايه اكبر من الاتش اف بمعنى ان فيه جزء من الويب عندي داخل في منطقة الكمبريشن يبقى بنحسب الكمبريشن فورس بطريقته الكمبريشن فورس الموجودة في الفلانج والكمبريشن فورس الموجودة في الويب ودي المعادلات بتاعتهم والتنشن فورس او عبارة عن الاريا ستيل اف واي من الايكوليبرم بنقول ان التنشن بيساوي مجموعة الكمبريشن فورس من المعادلة دية تقدر تحسب الايه عندك بتساوي كام بنعمل عملية كونفرميشن في الحالة التانية اللي هي الايه اكبر من الاتش اف بمعنى ان الويب بشغل معايا في الكمبريشن جزء من الويب فبنقول ان السي بتساوي الايه على بيتا وان احنا حسبنا الايه من الخطوة اللي فاتت تقدر تحسب ابسلون اس وتشيك عليها انها اكبر من او يساوي ابسلون واي طب بتحسب الامة ان في الحالة ديت ازاي بنحسب نتيجة المومنت اللي جاي من الكمبريشن فورس اللي في الويب والكمبريشن فورس اللي موجود في الفلانش وطبعا كل اللي حاجات اللي جوه القوز ديت معلومة سواء الايه الاتش اف و ايه الدي طيب انا الرسمة ديت بنوضح شوية فيها ازاي بتحسب الكمبريشن فورس اللي موجود في ايه حالة الويب اللي عندك او في حالة الفلانش من الرسمة اللي عندك عندك الديمينشن بتاع كل جزء ادي الكمبريشن سي 2 و ادي الكمبريشن سي 1 اللي هو موجود في الويب السي 1 بتساوي 85 من مية fc في ايه في البي ويب السي 2 هي عبارة عن 85 من مية fc في التي في البي ايه مينس البي ويب مجرد بس توضيح بتعرف المعادلتين دول بتعمل الرسم دوت بتجزأ الجزء بتاع الفلانش والجزء بتاع الويب اللي واحده ومنه بتقدر تحسب سي 1 و سي 2 ايه هو الديفنيشن بتاع او ازاي بتعين السي سي والسي اف بمعنى الكمبريشن فورس في الخرصانة والكمبريشن فورس اللي موجودة في الفلانش دي المعادلات بسيطة جدا ادي السي اف وده السي اللي في الويب كل الحاجات اللي موجودة في المعادلة ديت معلومة على اساس الكمبريشن في الخرصانة معلوم البي معلومة البي ويب معلوم والاتش اف معلوم التنشن فورس بتساوي الاريا ستيل في الاف واي اشتركوا في القناة